ونرحب مشاهدين الكرام بضيفنا في الستوديو الكاتب والبحث السياسي التركي سيد فرأس رضوان أغلوم مرحبا بك سفرأس إذن تضاربت الأنباء بشأن مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل هل هناك معلومات جديدة سفرأس عن الحادث وعن أعداد القتلى فيه؟ حتى الآن الرواية الرسمية من قبل تركيا أن هناك شهيد في السلك الدبلوماسي التركي وهناك مواطن عراقي وهناك مواطن آخر أصيب بجروح ثقيلة جدا أو بليغة جدا وأعتقد أن حتى الآن لم يتم توصيف تماما المستوى السياسي للمغدور وأعتقد أنه فهو نائب القنصل كما تحدثت بعض وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام تقول ذلك لكن الخارجية لم تقول ذلك حتى الآن لم تعرين هل هو يمثل مثلا كوظيفة نائب وليس نائبا حقيقيا للقنصل لكن الملفت للنظر أنه لم يبتعد كثيرا عن القنصلية فقط تقريبا ثلاثة كيلومترات وأربعة مئة متر يعني ليست بهذا المسافة البعيدة وأيضا الرواية تقول أنهم كانوا موجودين في داخل المطعم أي أنهم إما عندهم علم لديه زيارات متكررة للمنطقة هذا يعني أن هناك رصد لهذا الشخص تحديدا وأيضا هناك ثغرة أمنية واضحة في هذا الشيء وأعتقد أيضا هناك ثغرة أخرى من قبل المخابرات التركية لو أنها أعطت الضوء الأحمر بشكل عام لأن هناك عملية المخلب كما تفضلتم لابد أن يكون هناك ربما رداد فعل هذا في حال ذات تهمنا البكاكا تماما رئاسة تركيا توعدت بالرد وتوعدت بإلقاء القبض والعثور على منفذين الهجوم هل هذا يعني أن هناك معلومات أو هل لديكم معلومات عن وجود التواصل أو تنسيق أمن ومخابرات ما بين الطرفين الحكومة التركية وحكومة الإقليم أعتقد أن صيغة أو طريقة التعامل الاغتيالة التي حصلت ربما لذلك هم وضعوا الاشتباه الأول في حزب العمال الكردستاني إضافة لأن المعطيات القائمة في شمال العراق ربما لها دور في هذا الصياغ وهناك وزير خارجية قال أن سننتظر التحقيقات التي ستنجم عنها في شمال العراق وأيضا في بغداد لذلك الاتصالات على أعلى مستوى يعني هناك تماهل لأنه ليس فقط المهم ربما القاء القبض أو قتل من قام بهذه العملية لابد أن معرفة كل تفاصيل هذه العملية من يدعم هل هم فعلا من البيكاكا هل هم فعلا يتبعون لهذا التنظيم أو أنهم ربما جهة ثالثة لأنه يجب أن نقطع أي شبه أو اشتباه في هذا الصياغ لذلك أعتقد التأني في هذا الصياغ مهم جدا ولكن المعطيات الأمنية تشير نوعا ما إلى البيكاكا ولكن البكاكا لأن نفت مسؤوليتها وتركيا توعدت بالرد هل لديها طرف أو معلومات عن الجاني لكي تتوعد تركيا بالرد؟ لابد أن يكون هذا الرد في الصيغة الدبلوماسية التركية لأن هذا حقيقة صفعة قاسية نوعا ما على أحد دبلوماسي الأتراك وخصوصا قبل يوم كان هناك اختطاف لبحار أتراك وقبل ذلك اختطاف لأتراك في ليبيا وفي نيجير إذن هناك نوعا ما هل هناك تنصيق في هذا العمل أو أنه تصادف يعني لا بد من قراءة المشهد بهذا السياق البيكاكا لن يعترف لأن هذا عمل إرهابي فهو لذلك سيقول أنه لم يفعل هذا وإلا سيثبت على نفسه ربما تداعيات أكثر وخصوصا أنه اغتيال لرجل دبلوماسي ربما تكون عملية لأكثر من ذلك ولكن لم يستطيعوا أيضا إذن لا بد أن يكون هناك قراءة واضحة شاملة أكثر من قبل المخابرات التركية وبالتعاون طبعا مع الجهات الأمنية في إقليم شمال عراق وفي بغداد بذكر هذه المعطيات التي ذكرتها في نيجيريا في ليبيا في العراق مقتل أدوب ماسيا التركي اليوم في أربيل هل يمكن أن نربط كل هذه الأحداث باستلام تركيا منظومة S-400 الدفاعية من روسيا؟ أنا لا أربطها بشكل كبير في هذه السياق ولكن الأحداث كلها تسارعت والأحداث كلها حقيقة وكأنها صبت صبا على تركيا نتيجة الكتلة الملتاحة لا يثير الشك؟ أعتقد هذا لا بد من أخذ الحسبان به بالنسبة للمخابرات التركية والأمنية التركية بشكل عام لكن ربما هذه العملية الإغتيال هذه ربما مرتبطة أكثر ربما في العمليات العسكرية أو التعاون الأمني القائمة الآن بشكل أوضح ربما العمليات المخلبة أيضا هناك التعاون الذي عاد بشكل أوسع مع إقليم شمال كردستان وحتى بغداد أعتقد هي الآن تعاون المخابرات التركية إذا كناك تنصيق أمني أيضا هناك كانت زيارة لرئيس المخابرات التركية إلى نظيره في بغداد قبل فترة إذن هل هناك من يريد خلط الأوراق؟ هل هناك من يريد الضغط على تركيا؟ طبعا مسألة الـ S400 أحدهم قال هل المخابرات الأمريكية مثلا خلف هذه العملية نتيجة الـ S400؟ إذن كل هذا لابد من وضعه في الحسبان ولذلك لابد من المهنية في هذا العمل لمعرفة تفاصيل العمل ومن خلف هذا العمل هذا مهم جدا لتركيا إذن أستاذ فراس كيف ترى تدعيات هذا الحادث مقتل دبلوماسي التركي في أربيل تدعيات هذا الحادث على سياسة تركيا مع دول جوار؟ يعني أعتقد التدابير لجب أن تكون أكثر بالنسبة لناحية الأمنية إضافة إلى التعاون الأمني مع الأطراف الأخرى وأيضا أعتقد لا تراجع يعني صعب بالنسبة لتركيا تتراجع وصولا أنها عملياتها ضد تنظيم مصنف إرهابي والتي تنظيمات متعددة في سوريا نعم هذا يعني أنها عليها الاستمرار في ذلك وإن ربما ستضحي ببعض شهداء من قبل سلك الدبلوماسي أو العسكري أو الأمني أو ما شبه ذلك ولكن في نهاية الأمن القومي التركي لا بد أن يمشي طب بشكل مستمر إضافة إلى تنصيق العمل الخارجي بشكل حقيقة متوازن مع العلاقات الأمنية أيضا هل تتوقعون أن تتأزم العلاقات ما بين الحكومتين المركزية في بغداد والحكومة التركية إثر هذا الحادث؟ لا أتوقع ذلك بشكل مباشر لا أتوقع ذلك لأن هذا سيؤثر أيضا على حكومة بغداد بشكل عام وحكومة درغمستان بأن اغتيال دبلوماسي في هذه السياق وكأن لا يوجد أمان في عراق بشكل عام إن كان في الشمال أو كان في الحكومة المركزية لذلك أعتقد أن ستكون ربما إجراءات الأمنية أكثر في المستقبل القادم وأيضا كما قلت على البعثات الدبلوماسية التركية تكون أكثر حرصا وأمنا حتى الشركات التركية كل هذا الشيء يجب أن يقرأ بشكل كبير لكن لا أتوقع أن يؤثر على العلاقات بين الطرفين الكاتب والباحث السياسي التركي فراس ردوان أغلو كنت معنا في السوديو الرافدين شكرا جزيلا لك شكرا لك